مرحباً مساء الخير أهلاً وسهلاً بكم مرة جديدة معي اليوم سنتعلم كيف نرسم سنابل الأمح نستعمل الألوان الأكريليك اللي هي بتمشي مع الماء او بدون الماء متل ما اتفقنا قبل هلأ حنستخدم تقريبا لونين او اكتر مش اكتر يعني حنستخدم اللون البني الاحمر شوي واللون الاصفر وممكن نضيف اللون الابيض الآن منشوف ازا ممكن نستعمل اللون الابيض كمان حسب اللون كيف يبين معنا بالصورة عم حاول استعمل الالوان ممكن تساعدكم بينكم نشوفوا كيف الصورة ممكن تطلع هلأ في ناس بتواجه مشكلة انه بعدها منا متمكنة من استعمال الريشة بشكل مباشر لهالسبب اليوم هحاول اعمل اني اعلم بقلم الرصاص اول شي ارسم سمبلة الامح بقلم الرصاص عشان نعلم نحن وين بدنا نشتغل وكيف بدنا نرسمها باي طريقة وبعدين نرجع نستعمل الالوان بالريشة فهلأ منشوف كيف نرسم سمبلة الامح بقلم الرصاص بشكل بسيط وهلأ شوائع ونرجع منشوف كيف نستخدم الالوان بالنسبة لاستخدام الالوان بالنسبة لاستخدام الالوان وليازم الالوان الفاتح وهي دا بيجيب حسب اتجاه الاضاقة وين في ضوب الصورة يعني اذا انت عم تستخدم هلأ متل ما هلأ هنشوف انه هنحاول نستعمل جنب من السنابل او السمبلة في جنب يكون افتح من الجنب التاني عشان نحس بانعكاس الضوء او الظل بالاتجاه المعاكس للضوء دايما بدي يكن تنتبهوا لهذه الملاحظة لانه هيدا بيعطي الواقع ليا للصورة مثل ما شفنا هلأ ارسمنا السنابل هلأ هنحاول نشوف كيف نمزج اللون وكيف نستخدم اللون اللي هو رد براون او البني اللي المحمر شوائي كيف نمزجه مع الاصفر اللي يعطينا لون حلو وكمان بدي يرجع اذكر انه انا عم بستخدم الوان الاكريليك دايما اول شي حاول تنظف الريشة قبل ما تستعملها ممكن تكون مستعملها بالهلأ وممكن يكون فيها الوان او شي فالافضل انك تنظفها وقبل ما تحط عليها اللون وحط عليها مي وما تخلي المي كلها تجي على المي نشوفها شوي متل ما هلأ شفتوا بالصورة ورجع ضيف المي على الالوان ومتل ما شايفين عم حاول امزج اللونين ببعضهم عشان ما اخد لون واحد يعني لما اضيفه على انا وعم برسم ما اشوف لون واحد دايما المزج بالالوان بيكون شكله احلى نشوف هلأ هون نحن كيف منضغط على الريشة الى تحت منرجع ونمشي ونطلع شوي شوي عشان يعطينا هيدا الشكل اللي هو تبع سمبلت اللامحة منضغط على تحت منمشي شوي بعدين منشيل ايدنا شوي شوي منخلي راس الريشة هو اللي يخلص مع السمبلة ودايما بالنسبة للالوان انا ذكرت ان هذول الالوان الأكريلاك ممكن تستخدوهم من دون الماء او مع الماء بس بهيك حالة ما كنت تمشي بالريشة دايما الماء بيكون اسهل ويسهل انه الريشة تمشي معك بطريقة احسن متل ما شايفين هلا بنفس الطريقة هلا انا عم حاول اعمل كيف الشكل اللي رح ترسمو فيه هلا عم حاول الجنب التاني تاعس تاع السيمبلي انه نحنا يكون لون افتح شوائي متل ما لاحظتوا هلا اللون الاصفر ظهر اكتر ففينا نقول انه من هيدا الصوب اللي هو لون فاتح اكتر هو اللي رح يكون اعتمادنا على الضو جيد ضو من هيدا الطرف فخلينا نبتدي نرسم كل الجانب اللي هو اليمين بالنسبة لقليق او اليسار مبعث اللي اللون فيه فاتح الاصفر محل مع الاضاءة ظاهرة هلا بنعمل كل السنابل مرة واحدة على هيدا الجنب الفاتح بشان ما نغير الالوان بالريشة اكتر من مرة وبنرجع بعدين بنعمل اللون الغامي طبعا انتو هلا هون شايفين الالم الرصاص البيز اللي من تحت وبعضهم مبين مش مهم نحنا هلا عم نحاول نتعلم كيف نرسم الفكرة لما بتعملها مرة او مرتين او ثلاث مرات ما بتعود بحاجة انك تحط تعلم الرسمي بالمرصاص بس تتعود تمسك الريشة مصبوط وتعرف كيف ممكن تستخدمها ما بتعود بحاجة لانك تحط المرصاص بس هذا بيساعد المبتدئين لحنا هلا مركزين على الاطفال او على المبتدئين اللي بيحبوا يتعلموا المبادئ شو اللي ما بيع فيستخدموا الريشة بشكل مباشر فيه يعلم الصورة ويرسم فوقها وفيك تستخدم لونه قلم رصاصي يكون افتح شوائي وانت وعم ترسم ما تضغط على القلم كتير خلي فاتح مشان لما ترسم فوق وما يعود يبين متلوا ملاحظين هلا انا غمقت اللون شوائي عالجانب التاني واستعملت اللون اللي بني لحاله حاولت ما اخلطوا مع اللون الاصفر عشان يعطينا لون اغمق شوائي جنب من السنبلاء او السم السنبل اغمق من الجنب التاني هذا بيعطينا الاحساس بالظل او بالاضاءة من الجهة العكسية هلا بتلاحظوا فيه فرق بين اللون هذا الشيء دايما انتبهوا له انه ما تعملوا الطرفين بنفس اللون حاولوا تغيروا فينا نمزوج علوان تاني فين نحط لون البنة اغمق افتح ندخل لون اسود شوائي يعني حسب المكان اللي عم استعملها للسمبلة بالرسمة منستخدم هون هستخدم الريشة اللي هي الفلات اللي هي مسطحة تقريبا ريشة عادية بس تكون جديدة ورفيعة عشان تحاول تساعدكم اذا عم تستخدمها بالعرض كيف تعمل الخط مثل ما شايفين هون عم بعمل تاست كيف ممكن نشوف الخط الناس اللي ما بتعمل الخط بشكل مباشر خليها تنقط هيك تنقط هيك تنقط وتعلم اللاين او الخط بعدين ترجع تمشي عليه مرة عمرة بتصير تقدر تعمل الخط بشكل مباشر بدون ما تعمل هيدا التنقط اللي هي المرحلة مبتدئة جدا كيف تمشي انك تعمل الخط بشكل مباشر مثل ما لاحظتو هلأ عمل نعمل الخط او الغصن او الجزع او اللاين اللي هو طبع السمبل هون احنا عم نرسم الخط بين السانابر ما نعمل خط يعني متواصل نحاول نسكر بس الاماكن الفارغة احسن ما يخري بشكل السمبل اللي انتوا راسمينها فبس غطي المساحات الفارغة بانيتون هلا حنعمل الباقيين كبان حتشوفوا كيف لاحظتو هون عم نغطي بس الاماكن اللي هي فاضية اللي هي حتى تورجينها انه هي متواصلة مع بعضها هون لاحظتو انا لما حطيت ريشي بالالوان ارجعت نشفتها شوي بشين ما يطلع معنا اللون قاسي او مزج او لزج كتير بشين لاحظتو انا برجع نشفها شوي قبل ما استعمل بشين يعني اللون ما يكون كتير قاسي وينزل معنا على الورق بشكل كتير كبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أتمنى أن تتابعوني عبر يوتيوب أو صفحتي على الفيسبوك أريد أن أهلا وسهلا بكم و شكرا جزيلا دعوكم تتابعوني اعملوا سبسكرايب اعملوا لايك و اعملوا شير للفيديو للي بيحب الرسم يستفيد من الاشياء اللي نحن عم نتعلمها سوا شكرا جزيلا و انطرويني الفيديو اللي جاية شكرا باي باي شكرا شكرا